قطة شرودينجر العيشة والميتة الإلكترون اللي موجود في كل مكان ومش موجود في أي مكان مستوية الطاقة والأوربيتالات وأعداد الكام كل الحاجات دي كان السبب في ظهورها وسبب كل التفسيرات الغريبة اللي موجودة في ميكانيكا الكام معادلة عملها عالم نمساوي اسمه إيروان شرودينجر المعادلة اللي حلها باح بكل الأسرار اللي موجودة في العالم اللي احنا نعرفه سلام عليكم عرفنا الحلقة اللي فاتت اني نيلزبور قدروا انه يتوقع انه زرات الهيدروجين عبارة عن نوا موجبة وبوددور حواليها الإلكترونات في مدارات محددة وقدر عن طريق التوقع ده انه يفسر الطيف اللي بيطلع منها لكنه للأسف برضو ما قدرش انه يفسر طيف اي زرة تانية غير زرات الهيدروجين ده بخلاف ان معادلاته كمان ما قدرتش انها تفسر تأثير المجال المغناطيسي على طيف زرات الهيدروجين نفسها الظاهرة اللي اتعرفت بتأثير زيمن وعرفنا كمان ان اينشتاين اكتشف ان الضوء اللي هو عبارة عن موجة ممكن انه يتصرف كجسيم لما لقى انه كان قادر انه يخبط الالكترون ويحركه من مكانه في الظاهرة الكهروضوئية وقتها اينشتاين اعتبر ان الضوء عنده خاصية يقدر يكون بيها موجة وجسيم في نفس الوقت وسمى الخاصية دي بالطبيعة المزدوجة او الويف بارتكل ديواليتي وده اللي خلى العالم الفرنسي لويس دي بروي يتوقع في رسالة الدكتورات بتاعته ان الجسيمات اللي زي الالكترون ممكن تكون هي كمان بتتصرف بنفس الطريقة وممكن تكون هي كمان موجة وجسيم في نفس الوقت وقدر كمان انه يحسب طول موقت الالكترون في كل مدار هتكون قديه علم الفيزياء النمساوي ايرون شرودينجر يقرى الرسالة بتاعت دي بروي ويقولك بس هو ده بقى سبب المشاكل اللي حصلت في معادلات نلزبور اللي خلتها ما تقدرش تفسر كل الظواهر اللي بتحصل للذرة ازاي عم شرودينجر؟ قل اني نلزبور اتعامل مع الالكترون بالمعادلات اللي بتوصف الجسيمات مش اللي بتوصف الموجات ولو كان كلام دي بروي صحيح والالكترون عبارة عن موجة فبمجرد ما نستخدم المعادلات اللي بتوصف الموجات اكيد كل المشاكل اللي واجهت نلزبور كانتها بتحل وكان هيقدر انه يفسر كل اطياف العناصر ويفهم ازاي بيحصل تأثير زيمن ويعرف شكل زرة الهيدروجين الحقيقي وشكل الزرات كلها وبالتالي كان كل هدف شرودينجر انه يلاقي الدلة اللي يقدر يوصف بيها موجة الالكترون الدلة اللي من خلالها هيقدر يعرف ويفهم شكل حركة الالكترون في المكان وفي الزمن وبالتالي يقدر يعرف الالكترون موجود فين وبيتصرف ازاي جوه الزرة وكانت اول خطوة يعملها شرودينجر انه يحاول يطلع الدلة دي من المعادلة الموجية اللي عملها جين رون دوليمبير ايه ده؟ هي مش المعادلة الموجية بتاعت شرودينجر؟ بص يا سيدي في القرن السبعة عشر علم الرياضيات الفرنسي جين دوليمبير قدر انه استنتج معادلة حلها كان بيطلع كل الدوال اللي تنفع توصف اي موجة في الدنيا اي موجة في الدنيا الدلة بتاعتها موجود في حل المعادلة بتاعت دوليمبير مهما كان نوعها والمعادلة دي كانت بتقول ان التفاضل التاني للدلة اللي تنفع توصف الموجة بالنسبة للزمن بيساوي ثابت في التفاضل التاني للدلة بس بالنسبة للمسافة كلام يخلي اي انسان طبيعي يقفل الحلقة عند النقطة دي وهو ضميره مرتاح لسه نكمل؟ انت جبل يا جدع بس عموما مدام قررت انك تكمل معانا بمحضة اراضتك فعشان نفهم التعويزة دي لازم نفهم شوية حاجات قبلها لازم نعرف الاول يعني ايه معادلة ويعني ايه حل المعادلة يعني ايه دلة يعني ايه تفاضل ويعني ايه تكامل وبعدها بقى نبقى نرجع لعمينا دلمبير نحاول ان احنا نشوف مشاكله النفسية ونبتدي بالمعادلة المعادلة يا سيدي هي عبارة عن جملة لكنها مكتوبة بالرياضيات على سبيل المثال لو قلتلك ان 6 بتساوي 2 في اكس فده عبارة عن جملة بتقول ان رقم الستة ده بيساوي رقم الاتنين مضروب في عدد معين شكرا سلام عليكم الجملة دي بقى ممكن انها تكون غلط وممكن انها تكون صح عادي جدا غلط لو مكانش لها حل وصح لو كان لها حل وده يرجع يرمين على النقطة التانية يعني ايه اصلا حل المعادلة حل المعادلة يا سيدي هو ايجاد الشرط اللي يخلي الجملة بتاعتي صحيحة والشرط ده في المثال اللي احنا عايلينه ان العدد المعين ده لازم يكون بيساوي 3 هو ده حل المعادلة وهو ده الشرط اللي يخلي الجملة بتاعته سليمة تمام تمام طب يعني ايه دلة؟ الدلة يا سيدي من اسمها كده بتدل علاقة بين حاجتين حاجة منهم بتدل على التانية وافترض مثلا ان انا اكتشفت علاقة ما بين كمية الشوكولاتة اللي انت بتاكلها اكس وعدد السعرات اللي بتدهيلك واي والعلاقة ده بتقول ان عدد السعرات اللي بتاخدها من الشوكولاتة بتساوي وزن الشوكولاتة بالجرام مضروف سبعة معانا كده ان لو جيت وددك قطعة شوكولاتة لها وزن معين فانت هتاخد الوزن ده تحطه في الدلة والوزن هيدلك على عدد السعرات اللي موجود فيها وبالتالي الدلة بتعرفك الطريقة اللي تقدر تحسب بيها حاجة معينة بدلالي الحاجة تانية لحد النقطة دي الكلام سهل وبسيط وفي الغالب انت لحد النقطة دي ممكن تكون موقفتش الفيديو على مرة ندخل بقى على الحتة اللي بنفضل نوقف ونرجع فيها يعني ايه بقى تفاضل الدلة واخد بالك انا مش جاي اقول لك التفاضل بيتعامل ازاي وان تفاضل اكس التربيع باتنين اكس والجو ده انا مفترض انك عارف الكلام ده بس مش فاهم ايه معناه او بيتعامل بي ايه وهو ده اللي انا جايحكي فيه النهاردة التفاضل ياسيدي بيعرفك الحاجات اللي بتربطهم الدلة بيغيروا في بعض بسرأة ايه؟ على سبيل المثال لو قلتلك ان ي بتسوي خمسة فده متغير له قيمة معينة ومفيش اي حاجة بتغير فيه ولو جيت امثل المتغير ده بشكل بياني هتلاقي انه عبارة عن خط مستقيم افقه تماماً لهو ماي لنحية محور اكس ولهو ماي لنحية محور واي وهتلاقي ان عند اي قيمة اكس واي دايماً بتسوي خمسة يعني لما قيمة اكس بتتغير مش بتغير في الواي لانهم اساساً مش معتمدين على بعض ومدام ان الواي ما بيغيروش في بعض فاحنا بنقول ان تغير قيمة الواي بالنسبة الواي بتسوي صفر او يعني تفاضل الواي بالنسبة الواي بيسوي صفر وحرف دي هنا هو اللي بيرمز لمصطلح التغير طب ولو جيت وصعبت الموضوع اكتر وجبتلك دلة الشوكولاتة وقلتلك عرفلي تفاضلها فمبدئياً كده انت عارف ان في الدلة دي الوزن بيغير في السعرات ولما تجي تشوف المنحنة اللي بيمثل الدلة دي هتلاقي انه برضو عبارة عن خط مستقيم الا انه اصبح فيه ميل نحية محور السعرات والميل ده اللي بيعرفك انه لما قيمة اكس بتتغير قيمة واي هي كمان بتتغير ولو حبيت انك تعرف مقدار التغير ده قد ايه شوف اي تغير في الوزن بيقابله تغير في السعرات مقداره قد ايه على سبيل المثال الدلة دي بتقولك ان من الجرام التاني للتالت في الشوكولاتة السعرات هتترفع من 14 ل 21 وبالتالي تغير السعرات بالنسبة للوزن هيساوي 21 ناقص 14 على ثلاثة ناقص 2 stable اللي هو بيساوي بشاوي 7 ونفس التغير ده بيحصل من الجرام التالت للرابع ومن الرابع للعاشر ومن عند ايه قيمة لحد ايه قيمة دايما هتتلاقي ان التغير اللي بيحصل في السعرات الشوكولاتة بالنسبةى لوزنها بيساوي 7 وما دام ان التغير في السعرات بالنسبة للوزن بيساوي 7 فده معناه إن تفاضل دلة السعرات بالنسبة للوزن بتساوي سبعة ولو خدت بالك من الطريقة اللي حسبنا بها التغير وعرفنا إنه بيساوي سبعة إن هي نفسها عبارة عن تاني الزاوية دي اللي هي بتساوي برضه المقابل على المجاور وكيمة الزاوية دي بتعبر أساسا عن ميل الخط المستقيم وعشان كده مقدار التغير بين الحاجات اللي بتربطهم الدلة هو عبارة عن ميل الخط المستقيم بتاعت الدلة هو نفسه عبارة عن تفاضل الدلة وبالتالي كلما الحاجات اللي بتربطهم الدلة كانوا بيغيروا في بعض بصورة أكبر فمن الخط المستقيم بتاع الدلة دي هيكون أكبر وبالتالي تفاضلها هيكون أكبر وعشان كده برضه لو جيت إنك تقارن دلة بتمثل سعرات الزبدة بدلة الشوكولاتة واكتشفت إن دلة الزبدة هي اللي لها تفاضل أكبر فده معناه إن نفس وزن الزبدة بيغير في الصعرات بصورة أكبر ولو جيت ورسمت الدلتين فطبيعياًك تلاقي إن من الخط المستقيم اللي بيمثل دلة الزبدة هو اللي ميل اكتر نحية محور السعرات بس ايه فايدة التفاضل اذا كنت اقدر اعرف مقدار التغير اللي بيحصل في الدلة بمجرد النظر هتدلم سعرات الشوكولاتة ودلة للزبدة ودلة للخيار وبمجرد ما هشوفهم هقدر اقولك كل جرام منهم بيغير في السعرات بمقدار قد ايه هقولك مكانش حد غلب ماهو مش معنى ان الموز فاكهة فكل الفواجه موز في دوال التغير فيها ما بيكونش بالوضوح ده على سبيل المثال الدلة اللي بتربط ما بين المسافة اللي بيقطحها جسم بيسقط سقوط حر مع الزمن واللي بتقول ان المسافة اللي بيقطحها جسم بيسقط سقوط حر بتساوي مربع الزمن وطبعا في الحقيقة الدلة دي مختلفة عن جده شوية وداخل فيها عجل في الجاذبية وزرعات وارتفاعات انا عاملها بالمنظر ده بس عشان التبسيط عشان عارف ان في ناس اول ما هتشوفها بالمنظر ده هتتحسس مسدسها المهم اس قول depoisНي Tampa فالますافة اللي هيكون قطعها على س diverse ماتر بعد ثانيتين هيقون قطعهicosicosicosicosicosicosjskicosicosicos Big Health ثلاثة هيقون قطعهicosicosicosicosicos Pedro وهكذا !! الساويرات اللي بتقطع diversityachts المشكل هنا بقى انك هتلقي النطاق في المدنبتها بالزمن ..نمش سابتا لما مرت الثانية الاولى وترى التغير بد Community و Killah وادة التي تزيلونها طريق المستقيم من الخط ب willst كل ما يتضغير في الدلة هتلاقي ان ميل الخط المستقيم بيزيد لان التغير بيزيد والعكس صحيح كل ما هتنزل في الدلة هتلاقي ان ميل الخط المستقيم بيقل لان التغير بيقل وبالتالي فكرة انك تقول ان المسافة تتغير 5 متر كل ثانية غلط و 7 متر برضو غلط واي رقم هتقوله هيكون برضو غلط لان الرقم الثابت وحتى لو جيت وشاورت على منطقة معينة انت عارف قيمة التغير اللي بيحصل فيها وليكن مثلا من الثانية التالتة للربعة فانت عارف ان مقدار التغير في المسافة اللي حصل في الثانية دي كان 7 متر ومع ذلك ما تقدرش تقول برضو ان التغير في المسافة بالنسبة للزمن في المنطقة دي بسبعة لانك لو جيت تشوف التغير اللي بيحصل في المسافة في النص الاول من الثانية دي او من الثانية التالتة لحد الثانية التالتة ونص هتلاقي انه ب3 متر وربعة وبالتالت تغير اللي بيحصل في المسافة في النص الاول من الثانية التالتة هيساوي 6 ونص متر كل ثانية يعني أقل من التغير في المسافة اللي بيحصل في الثانية التالتة بالكامل وكل ما هتيجي وتقسم الثانية دي لأجزاء أصغر هتلاقي إن تغير المسافة فيها بالنسبة للزمن بيختلف والتفاضل بقى هو اللي بييجي ويحلل المشكلة دي التفاضل بييجي ويقسم الدلة دي كلها لعدد لا نهائي من النقط بحيث إن المسافة بين أي نقطتين ماينفعش تاني إنها تتقسم بعد كده ييجي ويحسب التغير في المسافة بالنسبة للزمن بين النقط دي ويقولك ان ده اصغر تغير ممكن توصله جوا الدلة واللي تقدر تعتبر ان هو ده التغير بتاع الدلة وصحيح انا ما نقدرش نحسب ايه هو اقصر زمن وايه هي اقصر مسافة عشان نحسب تغيرهم بالنسبة لبعض لكن عملية التفاضل بتقدر انها تحسبها عن طريق النهايات وبتقول لنا ان قيمة التغير ما بينهم هتساوي اتنين في الزمن جات ازاي اتنين في الزمن دي مش موضوعنا انا جاي النهاردة عرفك بس ايه معناها ومعناها يا سيدي ان الجسم اللي بيسقط ده اقصر مسافة ممكن يقطعها بالنسبة لأقصر زمن هتساوي اتنين في الزمن وبالتالي اقصر مسافة ممكن يقطعها هتساوي اتنين في الزمن في التغير في الزمن بس انا مش ببقى محتاجة اعرف اقصر مسافة انا ما بقى عايز اعرف المسافة اللي قطحها جسم بيسقط خلال فترة زمنية معينة وليكن ما بين الثانية التالتة والربعة سهل جداً، جمّع كل التغيرات اللي بتحصل في المسافة ما بين الثانية الثالثة والربعة ساعتها هتعرف التغير الكلي اللي حصل في المسافة في الفترة دي كلام هلامي جداً طول ما هو ما فيهوش أرقام تعال نفترض إن الثانية ما بتتقسمش أقل من نص ثانية يعني من الثانية الثالثة للربعة الزمن هيمر كالقاتي الثانية الثالثة، الثانية الثالثة ونص، الثانية الرابعة وبالتالي التغير اللي هيحصل في المسافة خلال الثانية دي هيكون كالقاتي عبارة عن مجموع التغيرات في المسافة اللي بتحصل ما بين النقط اللي جواها اولا التغير اللي يحصل في المسافة ما بين الثانية الثالثة لحد الثانية الثالثة ونص واللي هيكون كالقاتي اتنين في الزمن اللي هو عبارة عن الثانية الثالثة في التغير في الزمن ما بين الثانية الثالثة للثانية الثالثة ونص اللي هو يعني نص ثانية زائد اتنين في الزمن الجديد اللي هو بقى بثلاثة ونص في التغير في الزمن من الثانية الثالثة ونص لحد الثانية الرابعة اللي هو برضو نص ثانية جمع تغيرات دي هتلاقي ان التغير الكل اللي حصل في المسافة هيسوي ستة ونص متر بس انت عارف ان التغير الفعلي اللي بيحصل في المسافة ما بين الثانية الثالثة لحد الثانية الرابعة سبعة متر مش ستة ونص والخطأ ده حصل لان الثانية ما بتتقسمش الانصاص ده ممكن انها تتقسم لأجزاء أقل طب تعال نعتبر ان الثانية بتمر ربع ثانية بربع ثانية و نشوف التغير في المسافة هيطلع ازاي هتلاقي ان التغير في المسافة أصبح 6.75 متر من 6.5 متر يعني اقرب أكثر للسبعة طب يرجع وأقسم الثانية تاني ل 1 من 10 جزء هتلاقي ان التغير في المسافة أصبح 6.9 متر يعني اقرب أكثر من 7 وكل ما هتقسم الثانية لأجزاء أصغر كل ما هتقرب أكثر للقيمة الصحيحة اللي بيتسوي 7 ومش هتوصل لرقم 7 الا اذا قسمت الثانية لأصغر جزء ممكن انها تتقسمه لكن ساعتها ستحتاج تقسم الثانية لعدد لا نهاية من التقسيمات وبالتالي ستأخذ عدد لا نهاية من السنين لكي تستطيع تحسب التغير في المسافة ستقول لي طوانة وجع قلبي ليه أصلا من البداية ما أنا شوف قمت الدلة أو قمت المسافة عند الثلاث ثواني بتساوي قد إيه وقمتها عند الاربع ثواني بتساوي قد إيه وأطرحهم من بعض هعرف أن التغير في المسافة بيزاوي سبعة على طول هقول لك عداك العيب وكلام يحترم وكل حاجة بس ده في حالة أنك عارف الدلة أصلا عشان تعوض فيها أنت في الغالب ما بتبقاش عارف إيه هي الدلة وما بتبقاش عارف غير مقدار التغير ما بين العوامل اللي بتربطهم الدلة اللي هو يعني تفاضل الدلة وتقدر تعتبر إن الدلة دي هي الكنز اللي مش ممكن توصله بسهولة والتفاضل هو اللغز اللي لو حليته هيوصلك للدلة وهي دي المشكلة اللي دايما هتواجهك إنك في الأساس ما بتكونش عارف الدلة بس عشان ما تعدش تجمع الفترة البقية في حياتك عشان تحل التفاضل في طريق أسهل ممكن إنك تسلكه وهو التكامل اللي بيخليك بدل ما تجمع عدد لا نهائي من النقط فإحنا بنقول التكامل بص يا صاحبي إحنا عارفين إن فيه علاقة ما بتربط ما بين المسافة والزمن بس العلاقة دي إحنا ما نعرفهاش إلا إننا عارفين إن في العلاقة دي إن أصغر تغير بيحصل في المسافة بيساوي اتنين في الزمن في التغير في الزمن تعرف بقى تجمع لي كل التغيرات اللي بتحصل في المسافة ما بين الثانية التالتة والربعة فالتكامل هيقلك صباح الفل يعني أنت مجمعتش وجاية تجيبها لأنا للبسها خد يا عم الله يسهلك الدلة اللي بتدور عليها إيه؟ المسافة فيها بتساوي مربع الزمن عوض بقى عن الزمن بتلاتة وأعرف المسافة كانت كام وعن الزمن بربعة وأعرف برضو المسافة بقى تكام واترحوا من بعض هتعرف التغير اللي حصل في المسافة لا هتحتاج بقى تجمع ولا تشغل بالك خالص المهم بس تكون بتعرف تكامل وعارف ان تكامل الاتنين تي بتي تربيع او الدلة اللي مقدار التغير فيها اتنين تي هي تربيع واللي برضو مش جاي اقول لك النهاردة كلام ده بنعرفه ازاي؟ مش موضوع الحلقة دي خالص كل اللي عايزك تعرفه حتى الان هو القاتي ان المعادلة عبارة عن جملة بتتحقق بشرط معين؟ وحل المعادلة انك تعرف الشرط اللي بيخلي الجملة دي صحيحة؟ والدلة علاقة بين شئتين لو حاجة فيهم تغيرت الثانية هتتغير والتفاضل اللي بيقدر يحسب مقدار التغير بين الشئتين دول عند اقرب نقطتين فى الدلة والتكامل اللي بيحسب كل التغيرات اللي حصلت فى الدلة فى فتره معينة ده باختصار شيدد جدا! خلصنا الاساسيات؟ نرجع الى المعادلة الموجية بتاع تعمينها دولنبير اللي من المفترض انجواها الدلة اللي تقدر توصف اي موجة والمفترض برضو اننا دلوقتي هنشوفها بعند مختلفة وإمكانك فلا احرق بنزين في الخطج اولا بما انها معادلة فهي عبارة عن جملة جهوها شرط مؤين والجملة دي بتقول ان التفاضل التاني للدلة بالنسبة للزمن بيساوي التفاضل التاني للدلة بس بالنسبة للمسافة مضروف في ثابت وبما ان التفاضل زي ما قلنا هو التغير فتقدر انك تقول ان تغير الدلة دي بالنسبة للزمن بيساوي تغيرها بالنسبة للمسافة مضروف في ثابت وحل المعادلة دي زي ما عرفنا اننا نلاقي الدلة اللي بتحقق الشرط ده ساعتها هنقول ان هي دي الدلة اللي هتوصف الموجة وزي ما انت شايف برضو فكل اللي عرفه في المعادلة دي هو شوية تفاضلات او تقدر انك تسميه اللغز زي ما انا اقيل لك من شوية انما الدلة او الكنز انا معرفهاش هي دي اللي بدور عليها بس من التفاضل بتاعها واضح كده ان الدلة دي بتتغير حسب المسافة وحسب الزمن يعني في حاجتين بيأثروا فيها مش حاجة واحدة يعني لما المسافة هتتغير قيمة الدلة هتتغير ولما الزمن بيتغير قيمة الدلة برضو المفروض انها تتغير وده شيء طبيعي ومنطقي جدا في الدلة المفروض انها بتوصف موجة لانك لو جيته بسيط لموجة زي موجة البحر مثلا هتلاقي انها عبارة عن قمم وقعان وعند كل قيمة في المسافة الافقية بيقاملها قيمة في المسافة الرأسية اللي بيتمثل ارتفاع الموجة بس احنا برضو مش عاملين سكرينشوت للموجة الموجة بتتحرك فحتى لو مثبت المسافة الافقية فارتفاع الموجة عند نفس النقطة دي مع مرور الزمن هيختلف لان الموجة بتغير من مكانها بمرور الزمن وبالتالي طبيعي ان الدلة اللي بتوصف الموجة تكون بتتغير حسب المسافة وحسب الزمن المفترض بقى ان لو قدرت حل معادلة دولمبير هعرف ايه هي الدلة دي وبما ان الالكترون عبارة عن موجة فالمفترض برضو انها تقدر توصف موجة الالكترون وهو ده بالضبط اللي فكر في شرودينجر لكنه لما شاف حلها اتفاجئ بالحقيقة المرة بس ايه هي الدلة اللي طلعت من حل المعادلة بتاع دولمبير وليه الحل ده كان مر بالنسبة لشرودينجر هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقة القادمة وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام